ازايكو ايه الاخبار يا رب تبو تمام? هنتكلم في الحلقة دي والحلقات اللي جاية عن التحكم في انظمة التكيف. كل حلقة هنتكلم عن نوع معين من التكيفات والاجهزة اللي بتتحكم فيها وازاي اصلا بتتحكم فيه. نركز مع بعض في الحلقة دي عشان هنتكلم عن اول نوع من انواع التكيفات وهو تشيلد ووتر فان كوليونت. انا تشريف سعد وده مجنون كياناكس. طيب خلينا نتفق ان احنا مهندسين تحكم. وعشان تبقى مهندس تحكم صح لازم تعرف شوية في اساسيات الكهربا وشوية في اساسيات الميكانيكا. عشان تعرف المعدة اللي تحت ايدك هتتحكم فيها ازاي? سواء اضاءة سواء تكيف سواء سطارة اي نوع من المعدات اللي تحت ايدك. وعشان نقدر نتحكم في التكيفات لازم نعرف شوية مبادئ عن التكيف. هنتكلم بصفة عامة هو ازاي بقدر اسقع الجو جوه اوضة. بيبقى فيه وحدة داخلية. الوحدة الداخلية دي بيبقى فيها مروعة. وبيبقى فيها حاجة اسمها سرابنتينا بالايه بالعربية العامية. بيمشي جوه مية سقعة او مية سخنة او فريون. تحت ضغط معين وتحت درجة حرارة معينة. وكل ما بتزود الفان سبيد بتاعتك من فان وان لفان تو لفان سري. بينزلك هوى الهوى ده بيغبط في السرابنتينا وبينزل الهوى الساقة. تمام? ده حاجة بسيطة عن ميكانيزم المكيف. هل بقى لازم نخوش فيه? لا مش لازم. فخلينا دي الوقتي نتكلم عن الوحدة الداخلية اللي فيها بتبقى فيها مروحة المروحة دي بتبقى فيها وبتيجي بيبقى او بيبقى بس بيخش في الكويل مية ساعة وتطلع الناحية التانية المية تبقى سخنت تروح رايحة وتتسقع وترجع تاني تسقع وهكذا. وفي الفور بايب بيبقى مية ساعة ومية سخنة. ليه بقى لتو بايب عشان بايب للسابلاي وبايب للريترن. وفور بايب عشان دول الكولينج سابلاي وريترن ودول الهيتنج سابلاي وريترن. انواع اللي بتبقى موجودة على كل بايب بيبقى فيه نوع on off. بيبقى two wire. وبيبقى فيه نوع اسمه open close. بيبقى three wire. بيبقى open stop close stop. وبيبقى فيه نوع موديوليت zero to ten. تمام? ده ببساطة المنظومة عمل التكيفات. طيب الكين اكس بقى هيعمل ايه في الموضوع ده? هنتكلم عنه. تلوقتي. طيب. مصنعين اجهزة الكين اكس لقوا ان اللي تشيلد ووتر فان كوليونج واحد من اشهر انواع التكيفات. فعملوله اكتويتر باسمه اسمه فان كوليونج اكتويتر. الفان كوليونج اكتويتر ده فيه ميزة حلو جدا. ان الجهاز نفسه معمول فقط عشان يتحكم في المكنة التكيف دي. ولكن لازم من الاول نعرف الكونفجريشن بتاع الفان كوليونج حيبقى ايه. هل حيبقى ثري سبيد ولا حيبقى موديوليت سبيد الفان. هل حيبقى اون اوف للفالف ولا موديوليت ولا اوبن كلوز. هل هيبقى تو بايب ولا فور بايب. هل هيبقى تو بايب ومعه هيتر ولا لا. هل هنبقى محتاجين اي دراي كونتاكت تاني ولا لا. طيب خلينا نشوف مثال هيطلع دلوقتي صورة لواحد من الفان كول يونيتس المشهورة من شركة ثبل تمام الفان كول يونيت ده هتلاقي فيه ثري فان سبيد سبيد وان سبيد تو و سبيد سري على اساس ان الكونفجريشن بتاعتي هي كده هيبقى موجود في الترمنالس اللي موجودة تحت هيبقى فيه فالف وان ممكن توصل عليه وممكن توصل عليه للكولين كويل لو هو تو بايب او للكولين كويل والهيتين كويل لو هو فور بايب ولو انا ما عنديش فور بايب وعندي هيتر في ترمنال مخصوص اسمها هيتر طيب هل فيه تانية ممكن تحطها اه فيه حاجة اسمها اوقات الفان كول يونيت عشان هي وحدة داخلية بتبقى موجودة فوق السقف بتعرق يعني بينزل منها مية وممكن تلايك يعني ممكن يحصل لها الليكيج فبيحطه تحتيها زي حوض وبيحط في الحوض ده سنسور ووتر ليك سنسور بيتوصل على الفان كول يونيت اكتويتر الديفايز بتاع كينيكس فلو حصل ليكيج والسنسور حاس بيد الاكتويتر يقول له وقف الماكينة الماكينة بتعمل ليكيج هل فيه دراي كونتاكتس تانية عندنا اه في حاجة اسمها ويندو كونتاكت اوقات في القوتلات بيقول لك لو انت فتحت الشباك بتاع القوضة الماكينة تفصل ليه عشان فيه كلاينتس بيروح فتح الشباك ويسيب ودرجة الحرارة برا اصلا بتبقى اربعين اتنين واربعين تلاتة واربعين في الاماكن الحرارة فالتكييف يفضل شغال شغاله مش عارف درجة الحرارة ما الهوى السخن جاي من برا الجوه وهو بيحاول سقع جوه مش عارف فالدراي كونتاكت ده ممكن يروح باعت للفان كلنا تقول له وقتور طبعا بيبقى فيه كينيكسر مستطع على الحيطة كينيكسر مستطع بيبقى بتوصل مع النتورك بتاعت الكينيكس والفان كل يونت اكتويتر بيبقى بتوصل برضو مع النتورك الكينيكس وبيتبادلوا التليجرامز ما بعد طيب افرد بقى بعد لما انت بعدت الاكتويتر وانت ما سألتش الكلاينت اصلا حطيت الجهاز بتاعك وخلصت توصيل بتاعك وكت على توصيل الفان كل يونت لقيت ان الكلاينت ساحب لك كابل كنترول 0-10 من الفالف و0-10 من الفان وقال لك لأ انا عندي موديوليت فان موديوليت فالف هتحمل ايه مهندسين بتوع البري سيلز او بتوع ديزاين كانوا غلطانين اللي هو ما سألش الكلاينت من الاول ايه بتاعتك فهيضطر ان هو يغير كل الاكتويترز بتاعته لـ 0-10 فان 0-10 فالف وفي الوقت ده في اكتويتر موجود في السوق برضو هتشوفوا صورته دلوقتي من هتلاقوا الاكتويتر في 0-10 للفالف و0-10 للفان في الوقت ده هتعرف توصل كويس فاخدوا بالكو يا مهندسين ويا مهندسين لازم تسأل في الاول عن بتاع مكنة التكيف ده بالنسبة للنهاردة يا رب الحلقة كنا عجبتكو وبازن الله الحلقات الجاية هنتكلم عن انواع تكيفات تانية استنونا الحلقة الجاية وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير تعمل الفيديو لو المحتوى عجبكو وعايزين تفيدو اكبر قادر من الناس واستنونا الحلقة الجاية من مجنون كا ناكس اشتركوا في القناة